مرحبا بكم إذن مستمعين الكرام كما ذكرت فلورنس إذن منافسات الجولة السادسة والعشرين من البطولة الاحترافية المغربية إنوي حيث وضع الوداد البيضوي إذن يده الأولى على درع البطولة الاحترافية المغربية بعدما حسم مباراة الأمس لدى سريع واتزن بالبيضاء بهدفين نظيفين لحساب منافسات الجولة السلسة والعشرين المتصدر الوداد حقق فوزه الثامن عشر هذا الموسم ووسع به الفارق مع الرجاء الثاني إلى إحدى عشرة نقطة عبت الوداد يحتاج لنقطة واحدة للتتويج بلقب البطولة قبل أربع جولات من النهاية الوداد كان الطرف الأفضل خاصة في الشوط الأول حيث سينجح اللعب زهير المترجي في هز الشباك في الدقيقة الثلاثين مستغلا خطأ لحارس واتزم في حين تكفل أيوب الكعبي بتدوين ثاني الهدف في الدقيقة الحادية والاربعين بطريقة بديعة بعدما رفع الكرة على حارس سريع واتزم هدف وضع الكعبي في صدارة الهدفين بخمسة عشر هدفا بفارق هدف عن بين مالونجو مهاجم الرجاء فوز الوداد على سريع واتزم أزم وضعية الأخير في الصف ما قبل الأخير بخمس وعشرين نقطة بفارق الهدف فقط عن نهضة الزمامر الذي تعادل بهدف لمثله أمس ضد يوسفية برشيت في حوار الصراع من أجل البقاء الفريق الحريزي فرت في الفوس في آخر الأنفاس بعدما تلقى هدف التعادل في آخر الثواني وبت بذلك يحتل الصف الثالث عشر بسبعين وعشرين نقطة في باقي أبرز مباراية الأمس لحساب الجولة السادسة والعشرين دائما تعد الأولمبيك آسفي مع ضيف شباب المحمدية بهدف في كل شبكة في مباراة لم ترقى لمستوى تطلعات اليوم تتواصل أطوار هذه الجولة السادسة والعشرين حيث تضاعفت إذن حضود وأحلام الجيش الملكي في احتلال الصف الثاني واللحاق بالرجاء في حال انتصاره اليوم أمام الدفاع الحسن الجديد حيث سيرفع رصيده إلى سبعين واربعين نقطة ويصبح على بعض نقطتين من مقعد الوصيفة المواهل إلى دور أبطال أورو أفريقيا هذه المباراة بين الدفاع الحسن الجديد والجيش الملكي تنطلق في السابعة والربعة وفي الخمسة مساء المغرب التطواني يستقبل الفتح الرباطي تحاط أنجة يلعب اليوم ضد ضيفه نهضة بركان وقد يكون أول ظهور للمدرب الجديد للفريق البرتقالي فلورون إبنغي وذلك في تمام الساعة التسعة والنصف مساء نسيل والورقة الرياضية في القرى العجوز إذن من منافسات دور كأس الأمم الأوروبية اليورو حيث وصل المنتخب الإنجليزي حلمه بالتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه المثير أمس بهدفين لهدف واحد على منتخب دانمارك بعد التمديد في النصف النهائي للمسابقة القرية على ملعب الوينب للعريق بالعاصمة البريطانية لندن وضرب منتخب إنجلترا موعدا في المباراة النهائية مع نظيره الإيطالية على الملعب ذاته يوم الأحد القادم بعد فوز المنتخب الأزرق بركلة ترجيح تذكير لتذكير على منتخب إسبانيا في النصف النهائي الآخر الذي أجري يوم الثلاثاء الماضي ويطمح منتخب إنجلترا الذي صعد للنهاي للمرة الأولى في تاريخه لتتويج بثاني لقب كبير له بعد فوز بكس العالم عام ستة وستين وتسعمائة وألف وكان أنذاك على ملعبه وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإجابي هدف في كل شبكة حيث بدرت الدنمارك إلى تسجيل عن طريق مايكل دامسغارد في الدقيقة الثلاثين بركلة حرة مباشرة رائعة جدا وأصبح هذا هو الهدف يهز شبك إنجلترا في نسخة حالية من البطولة ولم يهنى منتخب الدنمارك بتقدمه كثيرا بعدما سجلت إنجلترا هدف التعادل بالنيران الصديقة عقب تسجيل سايمون كير قائد منتخب الدنمارك هدفا عكسيا في دقيقة تسعة وثلاثين وعجز بعد المنتخبان عن هز شبك خلال الدقائق المتبقية من الوقت الأصلي ليحتكمه للأشواط الإضافية خلالهما فرض منتخب إنجلترا سيطرته على الأشواط الإضافية حيث تمكن آريكين من توقيع الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة بعد المئة من متبعته لركلة جزاء مثيرة مثيرة للجدل نفذها وتبعها بعد أن تصدلها كاسبر شمايكل حارس مرمض دنمارك ليضعها في الشباك وفي النهاية إذن إنجلترا إيطاليا في نهاية الأو يورو يوم الأحد المقبلة في فرنسا باريسان جيرما يبدو أنه مصمم لتحضير فريق عالمي فبعد التوقيع مع الدولي المغربي أشرف حكيمي وصل أمس قائد ريال مادريد السابق الإسباني سيرجي راموس إلى العاصمة الفرنسية باريز لإتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف النادي الباريزي فبحسب تقارير صحفية فقد خضع راموس للكشف الطبية ظهر أمس تمهيدا لانضمامها للفريق الفرنسي بعقد يمتد لموسمين في انتظار الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة نختم جولتنا من ملاعب الكرة السفراء بعد 22 عاما من العطاء في ومبلدون يبدو أن الأيام الزاهية لفيدرير بزيه الأبيض قد ولت أكثر المتوجين بالبطولة الإنجليزية بثمانية ألقاب غادر أمس المنافسة من الباب الضيق منذ ربع النهائية فيدرير على أعتاب سن الأربعين استسلم للموهمة الشابة البولندي أوبير أركاز الذي أبطل مفعول سحر مضرب فيدرير في مباراة قد تكون الأخيرة للسويسري في ملاعب ومبلدون وبواقع ثلاث مجموعات نظيفة آخرها خسيرها إذن فيدرير بستة أشواط دونالت كما بلغ نوفاكا جوكوفيتش الدور المقبل وسيلاقي إذن جوكوفيتش في الدور القديم دينيس شابوفالوف الذي تأهل على حساب الروسي كارين خاشانوف بعد مستمع الكرام نضع نقطة نهاية عدد اليوم من صباح الرياضة باقي فقرات لوماتانفو تتواصل مع فلورنس بلون